بيصرفنا الزميل العزيز محمد الباز للتحليل الفريتين بقى رقمياً نورنا محمد ازاي؟ مساء الخير يا كابتن اينا نور حضرتك وحشنا وعودة للنادي الاهلي يعني الارقام بتقول ان النهاردة مباراة اليوم هتحدد الماب بتاعة المجموعة ديت او الخريطة والاتجاه بتاعة المجموعة فوز الاهلي مهم جدا للصدارة والارتياحية لقدر الله فوز او يعني اي نتيجة اخرى لفريق شباب بلوزداد هتأثر بشكل كبير على مصاري الاهلي في المجموعة كلنا سيقا ان شاء الله ان الاهلي باذن الله يرجع بالتلات نقاط ويتصدر المجموعة باذن الله بكل ارتاحية كابتن اي من النهاردة احنا بنتكلم على المجموعة كلها متقاربة في النقاط زي ما احنا عارفين الاهلي طبعا متصدر بخمس نقاط الارقام كلها متقاربة من بعض عشان كابتن اي نقول مباراة مهمة فيصلية او محورية هتغير الاتجاهات كلها حابين نبدأ نشوف احنا كل الناس بتتكلم ان الفريق طبعا شباب بلوزداد كان عنده مباراة كثيرة الفترة اخيرة رجله في الملعب بالاهلي شوية بعيد كل الارقام خلينا سأذنك بس نقول تشكيل النادي الاهلي لسه وصلنا حالا هيبقى تشكيل النادي الاهلي النهاردة بإذن الله بالتوفيق لكل العيبة مصطفى شبير لحرص المرمى محمد هاني زهير ايمن وعلي معلول زهير ايصر قلبية دفاع ياسر ابراهيم محمد عبد منعم سلاسي خط الوسط هيبقى اكرم توفيق مروان عطية امام عشور وسلاسي المقدمة حسين الشحات طاهر محمد طاهر ومودست كل التوفيق لفرقة النادي الاهلي النهاردة فضل تمام نرجع لشباب بلوزداد يعني احنا بنتكلم ان الدور الجزائري كان شغال عايزين ندي نظرة كده سريعة ان شباب بلوزداد في اخر يعني نتكلم في شهر يناير حتى الان في شهر فبراير لعب تقريبا 8 مباريات فيه عنده 4 فوز فيه 3 تعادل وخسارة وحيدة يعني واضح كده من النتائج تتكلم عن المستوى المحلية عن المستوى المحلية دور الجزائري كان شغال زي ما احنا عارفين نتكلم من اول السنة دي من اول شهر يناير حتى الان فيه 8 مباريات تتلعبه فيه 4 فوز لشباب بلوزداد 3 تعادل وخسارة وحيدة التلاتة تعادل حتى ملاحظ فيها ان كل التعادلات في 3 مباريات 0-0 حتى المباريات الاخيرة طبعا في امام الاهلي كانت تعادل برضو تعادل سلبي 0-0 الارقام شوية عايزين قبل ما نخش نشوف شباب بلوزداد رقميا اللي بتعكس طبعا الصورة الفنية ليه عامل ازاي مشواره فيه الافريك فيه النسخة الحالية البطولة الافريكية مقارنة بالنادي الاهل كل فريق لعب خمس مباريات ممكن نستعرض مع بعض المشوار الافريكي حتى الان ومقارنة رقمية ما بين النادي الاهلي وشباب بلوزداد كل فريق زي ما انا عارفين لاعب خمس مباريات الاهلي طبعا بيمتاز عنده 3 فوز ولا خسارة حتى الان وتعادل في مباريتين الشباب بلوزداد لعب برضو 5 مباريات فاز في 3 flexor في 1 وتعادل في مباراة طبعاً كانت البداية عند الأهلي وعند شباب بلوزداد هو كان لعب أمام رانجرز قبل المجموعات فاز رايح جاي 3-1-3-1 وإحنا طبعاً لعبنا سان جورج 4-0 ثم 3-0 كانت في بداية كويسة جداً وكوية جداً الأهداف المحرزة طبعاً إجمال الأهداف لنادي الأهلي 11 مقاربة حتى بشباب بلوزداد ب10 أهداف في تقارب ناحية الهجومية بتبين لنا الأرقام وبتحكيز ده حتى الأهداف بقى المتوقع عند الأهلي طبعاً أعلى لأن إحنا وقفين لو حددك تفتكر كمية فرص وكمية تزديدات على المرمى وكوية الفرص كان عالي جداً ده بيعكس أن الأكس جي عند الأهلي كان ممكن يصل لفوق 21 أو 22 هدف مش بس 11 هدف يعني الضعف يعني ناحية التانية شباب بلوزداد الأكس جي عندهم مش عالي حتى الهداف هم عملوا أوفر أتشيفينج للأهداف بس هم يعرفوا يجيبوا من أنصف الفرص وحن نشرح ده بالأرقام حتى بمفاتيح اللابة عندهم الأهداف بالرأس يعني في المشوار الأفريكي عندهم صفر عند الأهلي أربع ولكن حتى في المشوار المحلي لا عندهم أهداف بالرأس بشكل كبير جداً طبعاً وليام واما اللاعب الكاميروني المهاجم بتاعهم بيقتنص بالأهداف أو العرضيات والكرسطات 21 سنة يعني هجام لاعب دائما موجود في البوكس معظم أهدافه بالرأس وحنشرحها بعد كده تزديدات على المرمى في إجمال المشوار الأفريكي حتى لان الأهلي 91 تزديد منها 38 أون تارجت أو بشكل صحيح بنسبة دقة تصل ل 42% ناحي التاني شباب بلوزداد عنده تزديدات على المرمى تقريباً النص يعني زي ما بنقول هو من أنصف الفرص زي ما حضرتك قلت بيستغل الفرصة بيحرز أهداف تزديداته ليه لأنه معظم لعبوا بالكرسطات وده حنشرحها بالأرقام تزديدات النجاحة لإحراز هدف يعني هما من كل تزديدتين أو تزديدة ونص ممكن يحرزوا هدف أما النادي الأهلي طبعاً عشان تزديدات كثيرة على المرمى من كل أربع تزديدات ناجحة بنحرز هدف وده اللي عمعكوس في الإكسي جي عندنا وإحنا نتكلم في واحد الشيء هذا مع أنه نحن بنضيع فرص كتيرة جداً وعشان كده هما هنا الرقم ده بيقول لك كابتن أيمن من أنصف الفرص من فرصة أو فرصة أو تزديدة أو تزديدة ونص ممكن يجيبوا هدف الفرص عندنا كانت طبعاً 76 فرصة بشكل عام سواء كانت فرص محققة أو فرص غير محققة يعني بدون تهديد مباشر عند شباب بلوزداد 31 فرصة دائماً إحنا مميزين فيه في ناحية الفرص بشكل عام خلق الفرص بشكل عام وضعتها طبعاً يعني للأسف صناعة الفرص الأسست الأهلي عنده 7 أسست بشكل ناجح شباب بلوزداد 6 أسست تقارب حتى متقاربين في الحتة دي التمريرات المفتاحية إحنا طبعاً 69 تمريراً مفتاحية وصلنا للمرمة شباب بلوزداد 21 الأهداف المستقبلة إحنا استقبلنا هدف وحي يعني إحنا في التعادل بتاعنا أمام يونج أفريكانز كان واحد واحد غير كده إحنا ما دخلش فينا أهداف في المشوار الأفريقية حتى الآن أما شباب بلوزداد استقبل طبعاً أربع أهداف وده بيبين طبعاً عنده مشاكل من ناحية الدفاعية حنشرحها أيضاً بالأرقام أهداف المستقبلة المتوقعة كان ممكن ندخل فيهم تسع أهداف على فكرة إحنا كان ممكن ندخل فينا أربع أهداف ولكن كان فيه تصديات ودفاع عندنا في شال فرص يعني علينا أو تزداد علينا الشباك نظيفة أربع أربع كلينشيت لصالح الأهلي شباب بلوزداد عندهم اتنين فقط كشباك نظيفة فيه يعني هناخد من الأرقام دي عشان يعني ما نضيعش الوقت يعني فيه أرقام فنية لازم نقف عليها إنقاذ فرص محقاكة الأهلي طبعاً كان فيه فرص محقاكة عليه ثلاث فرص أنقاذهم بشكل يعني كويس جداً شباب بلوزداد اتنين هناخد بس عند الركنيات والعرضيات الركنيات والعرضيات إحنا عملنا الركنيات بشكل كبير وده إحنا عارفينه حتى في المشوال المحلي أرقام تفوق الأربعين يعني شباب بلوزداد عندهم 15 ركنية ولكن شباب بلوزداد بيمتاز طبعاً من ناحية الكروسات عندهم وبيستغلوها بشكل كبير جداً والكرات الثابتة عندهم خطرة جداً جداً بيستغلوها بشكل كبير جداً هي نقطة القوة ونقطة ضعف يعني برضوش الكرات الثابتة أو العرضيات المتحركة عليهم بتشكل خطوط وهدفين مديامة كانوا من كرات عرضية أو واحدة ركنية فبالتالي إحنا عندنا العرضيات غزيرة جداً 115 نفس الكلام في الركنيات ولكن نفتقد للدقة واستغلال الفرص من العرضيات أو الكرسات عرضيات بقى من اللاعب المفتوح الأوبن بلاي إحنا عندنا بنعمل 87 عرضية الدقة برضو 32% هم بيعملوا أوبن بلاي عرضيات بيرفعوا كرسات كتيرة جداً عن طريق الليفت باك حتى والرايت باك عندهم اللي بيزيدوا وبيعملوا خطورة وحنتكلم عليهم ولكن الدقة عندهم ضعيفة جداً دي شكل عام كده مشوار يعني حتى هو من الكرات السابتة زي ما كنا بنشرح يا كابتن أيمان الأهلي عنده 28 عرضية من كرات سابتة ده غير الركنيات عم نتكلم على الكرات السابتة من داخل الملعب يعني الركنيات مش محسوبة هنا تمانية بس منهم شكل صحيح دايماً نفتقد إحنا استغلال الفرص فيها ناحية التانية شباب بلوزداد عندهم 15 التمريرات هنا ملخص التمريرات بيقولك أن فريق شباب بلوزداد ما بيلعبش الشرط باصس بشكل كبير يعني دايماً التمريرات هم دايماً بيلجوا للكرات الطولية أو أن هم بيجروا طبعاً ويرموا الكرة فيه خلف طبعاً المدافعين من الأجنحة أو الأجناب بشكل بيفتاح الملعب بشكل عام أما النادي الأهلي طبعاً دايماً بيمتاز بالشورط باصس وامتلاك الاستحواز وهكذا حتى التمريرات الكثيرة احنا طبعاً بنصل ل500 تمريرة في المباراة الوحدة أما هم 300 تمريرة وده رقم قليل خسارة الكرة هم نخسر الكرة طبعاً بشكل كبير جداً 173 ولكن احنا بنعمل نستعيد الكرة بشكل كويس جداً بشكل سريع جداً ده بشكل عام كده يعني حتى هو استعاد الكرة وابتعاد الكرة أو الكلينس بنبدأ أن احنا نشتت كرة ونبتعدها بشكل كويس جداً الفكرة بقى هنا كابتن أيمان حتى في مشوارهم من في الدوري في الدوري المحلي أنا عايز أقول لحضرتك أن هما من أكثر الفرق بتلمس الكرة داخل منطقة الجزاء أكثر حتى الفرق هما ثالث أقوى خط هجوم في الدوري المحلي جابين 23 هدف أفضل فريق في الاستحواز في الدوري المحلي في الدوري الجزيري 58% رابع أفضل فريق في التسديدات على المرمى هم أفضل فريق من ناحية الكرسات والعرضيات أكثر فريق في الدوري المحلي بيعمل كرسات وعرضيات بيستخدمها طبعا زي ما احنا عارفين الجناح الشمال عندهم ميزيانة هو ده واحد من الأعمدة الأساسية ومفاتيح اللعب عندهم ميزيانة دايما بيعملوا حتى اللعب مركزية بيعتمن طبعا على بالخير حتى من ناحية اليمين الرايت باك عندهم برضو بيرفع كرات عرضية بشكل كبير جدا بالخير وبوصوف طبعا الرجل الجناح اليمين دول أهم اللعيبة اللي بتمثل أو بتشكل خطورة مفاتيح اللعب عندهم بنغيس طبعا اللي هو اللعب تماني عندهم بلعب برضو بيلجأ للنواحة الدفاعية الناحية الهجمية بشكل خطورة جدا الميزيانة دايما بيخش الجوة بيشبهنا شوية بيحسين الشحات كده وبيعملوا نفس الطلاقة اللا مركزية دي عندهم ولكن الكروسات عندهم ده حاجة ملفتة الانتباه لابد من نحن ناخد بنا منهم منها بشكل كبير جدا العوف وبالختير حتى الرايت باك اللي احنا كنا نتكلم عليه الراجل ده بيزيد ونفس الكلام زي ما بنقول نقطة القوة عندهم هي نقطة الضعف زيادة البكينة والأظهرة وبتشكل خطورة عليهم في المساحة خاضية ومساحة وراه نفس الكلام زي ما بنقول هما كرات السبتة أو الكرات العرضية المتحركة بتشكل خطورة هما بيلعبوها بشكل كويس جدا وبحرصوا هداف كويسة ونقطة الضعف عندهم برضو لو تلعب عليهم بشكل صحيح ممكن نستغلها ده شكل عام كده عن أرقام الفريقتين والأرقام الفنية المهمة اللي نقدر تحكس حتى أو تدينا تصور وتخيل عن اللي كان ممكن يمشي الأرقام بترجح بنسبة كبيرة كافة النادي الأهلي ولكن الملعب هو الفيصل شكرا جزيلا محمد ولينا لقاء آخر بعض المماراة إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله لنادي الأهلي النهار شكرا جزيلا